سلسلة مكتبات بارنز النوبل الأمريكية تخسر معركتها أمام مجموعتين أمازون وأبل في قطاع الحواسيب اللوحية والقارئات الإلكترونية. المجموعة أعلنت أن خسارتها تضاعفت في الربع المالي الأخير ما دفعها إلى إيقاف تصنيع قارئاتها الإلكترونية نوك بالألوان. الخسارة تشكل عكاساً لتراجع القطاع في العامين الأخيرين. الشركة الباحثة في الأسواق IDC توقعت أن يكون قد شكل حجم نقل القارئات الإلكترونية تراجعاً سنوياً العام الماضي بمعدل 28%. وهي تتوقع أن يستمر في التراجع هذا العام والعام المقبل. بارنز النوبل ستستمر في تصنيع قارئاتها الإلكترونية بالأبيض والأسود والتي تمثل أغلب مبيعاتها لهذه الأجهزة. لكن مع التوقعات بتسجيل القطاع لتراجع وباستبدال القارئات بألواح إلكترونية تصبح قدرة المجموعة على المنافسة أكثر تعقيداً.